أسعد اللهم أساءكم بكل الخير سجل في المملكة لهذا اليوم 14 حالة وبالتالي أصبح عدد الحالات الكل 372 حالة وقد توزعت الحالات كما يالي حالتين لمخالطين لأبيهم وهم من عائلة واحدة طبعا ثلاثة من عائلة واحدة ومخالطين لأبيهم المصاب حالة مخالطة للابنة المصابة لابنتها أربع حالات من عائلة واحدة إحداهم من الجنسية الأغندية وكلهم مخالطين لابنهم المصاب في مستشفى حمزة حالتين لمصابين غير معروف مصدر العدوى وهم يعملون في مكان واحد ويتم فحص مخالطيهم بشكل دقيق وحالة قادمة من دبي وتم الحجر عليها في الخدمات الطبية لمدة 14 يوم وتم فحصها وتم اكتشاف إصابته كما سجلت حالة وفاء في مستشفى الأمير حمزة لأحد المصابين وعمره 69 عاما وكذلك اليوم رحمة الله عليه طبعا وهو فقيد لنا جميعا كذلك اليوم تم شفاء 11 حالة منهم 9 في مستشفى الأمير حمزة وحالتين في مستشفى الملك المؤسس سنبدأ غدا بعمل فحصات عشوائية في بعض أحياء عمان الشرقية والمخيمات وسوف نستكمل غدا فحصات في المحافظات الجنوب مبدئيا محافظة معان جميع الفحصات التي أخذت عشوائيا كانت سليمة 100% وكذلك حوالي 50 عينة أخذت من العقبة جميعها سليمة بالنسبة للمستشفيات الخاصة يوجد بروتوكول واضح وأرجو أن لا يكون اللغط أكثر من هيك إذا ظهرت حالة المستشفيات تعالج مصابين بعضهم رح يكونوا معهم حالات كورونا والمستشفيات عندها البروتوكول شو تعمل إذا طلعت حالة بيخبرونا فورا نقوم بعزل المخالطين وتعقيم المنطقة وفحص المخالطين وعمل الحجر الصحي عليهم أما إذا كانت أكثر من حالة كما حدث في أحد المستشفيات في عمان كانوا ثلاث حالات فكان لازم أن نعمل منع الآخرين تطهير المستشفى فحصنا جميع العاملين في المستشفى لم تكن هناك إصابات جميع المخالطين سيخضعون للحجر الصحي كما هو البروتوكول على جميع المستشفيات سنبدأ عملية تطهير المستشفى الليلة وصباح السبت سيعود في العمل لا نستطيع أن نغلق كل المستشفيات لأنه رح يجيها إصابات فبالتالي لكن عملياتنا كلياتها إلها اس او بيز أو أمور لازم نعملها بحيث نضمن سلامة العاملين والمرضة وهو ليس عيبا أن تكون هلالك إصابات لأنه نحن في فترة وباء يعني الشعب الواعي رح ينتصر لو عنده مليون حالة والشعب الغير واعي لو عنده حالة واحدة رح تتفشى ورح يفشل ونحن شعب واعي ورح ننتصر بإذن الله عم الله الأردن وقيادته والإنسانية جمعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا